السيد الرئيس في ميساق المستقبل قادة العالم أقر بأن أحد أهم عناصر إصلاح مجلس الأمن ضرورة تصويب الغبن التاريخي اللاحق بأفريقيا كأولوية وبدون تأخير مع التعامل مع القارة الأفريقية على أنها حالة خاصة ولا بد أن تترجم تلك البرامترات في إطار المنفاوضات الحكومية الدولية ونحن على ثقة بأن سعادة الممثلين الدائمين للكويت سعادة السفير الباني وسعادة السفير مارتشيك الممثل دائم للنمسا سيواصلان عملهما الممتاز على رأس المفاوضات الحكومية الدولية السيد الرئيس مجلس الأمن هو حجر الزاوية في الأمم المتحدة وقد أنشئ في العام 1945 وأنيطف به مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين بيد أن العالم قد شهد تغيرا جذريا منذ ذلك الحين بالتالي فتشكيلة مجلس الأمن لم تعد تعكس الواقع العالمي الراهن وعليه فإن مشروعية المجلس ومصداقيته هما على المحك بشكل متزايد فضمن التشكيلة الراهنة لمجلس الأمن سمت خمسة أعضاء دائمين يحتكرون حق النقد الفيتو وهذا أمر لا يعتبر تمثيلا صحيحا والمجلس يعجز بشكل متزايد عن الوفاء بولايته وإذ نتحدث فإن جريمة إبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والعدوان قد شنى وبدأ منذ ما يزيد على السنة وقد ازدادت حدته ونطاقه الجغرافي كذلك قد اتسع وهذا وبذلك فقد أمس لبنان أيضا عرضة لهذا العدوان غير أن مجلس الأمن لم يتمكن حتى الساعة من وقف هذا العدوان وكدولة عضو راهنا في مجلس الأمن تشهد الجزائر بشكل مباشر الشوائب التي تشوب عمل المجلس ولاسيما نقص الشفافية ونقص المساءلة فهذا النظام يتيح لمجموعة صغيرة من الدول املاء عملية صنع القرار على مجلس الأمن وعدم الشفافية هذا الذي يحيط بالمعلومات وبالمشاورات والمفاوضات ولاسيما تلك التي يديرها حملت الأقلام كل هذا يفاقم الضبابية والاحتكار في مجلس الأمن أصحاب السعادة حضرة السيدات والسادة الإصلاح لن يحصل بين ليلة وضحى وذلك للأسباب التي نعرف جميعا إلا أن لا بد وأن تبدأ هذه المسيرة في مكان ما من خلال تعزيز المساءلة والشفافية في مجلس الأمن وهنا بيت القصيد حيث ينبغي أن نشرع في هذه العملية على الفور فعملية صنع القرار في المجلس لا بد أن تتسم بمزيد من الشفافية وحملة الأقلام معدو مشاريع القرارات يجب أن يخضعوا للمساءلة عما يقومون به وينبغي أن يتحلوا بعدم الانحياز وأن يكونوا ملتزمين حياد عدم الانحياز والشفافية إن مثل هذه الدول هي من ينبغي أن تكون من حملة الأقلام وفضلا عن ذلك فسوء وعدم كفاية تمثيل أفريقيا ومناطق أخرى وهو مدعاة شواغل بشأن التفاوت بين التعامل مع المجموعات الإقليمية في التعامل مع المجموعات الإقليمية ولا بد وهذا ما يحول دون فهم الأسباب الجذرية للنزاعات والاستجابة للمنظور الإقليمي قدمت طروحات ومقترحات عدة بشأن الإصلاح في السنوات الأخيرة ولكل منها عناصره وأهميته مما لا شك فيه أن عملية الإصلاح معقدة للغاية إلا أن الحاجة إلى التغيير وإلى التغيير السريع هو أمر بديهي ختاماً السيد الرئيس أشير إلى أن إصلاح مجلس الأمن سيرتدي المزيد من الشرعية ويمكن أن يجعل المجلس أقدر على الاستجابة لتحديات القرن العشرين بما يضمن أن تبقى الأمم المتحدة منظمة موائمة لاغنا عنها كذلك تماماً لتستجيب للأغراض التي لأجلها أنشئت وشكراً